أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع خلال متابعة لموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بأربع مدن جديدة أكد الشربيني أن الدولة تتحمل أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر والمساندة لشريحة متوسط الدخل والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى هذا ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال استخدام العوائل المادية من الشرائح الأعلى دخلا في تقديم الدعم لشريحة محدود الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة